داهمت الشرطة الفرنسية ثلاثة المقار الرئيسي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس ٢٠٤ وعشرين ومقارات شركائها في البنية الأساسية ضمن تحقيقات بشأن اختلاس مزعوم للأموال العامة ومعاملات متفضيلية وقال مكتب المدعي المالي الفرنسي إن المقار الرئيسي للجنة المنظمة للأولمبياد تمت مداهمته وسط تحقيق مبدئي بدأ في ٢٠١٧ بشأن العقود التي أبرمتها اللجنة للأولمبياد وأضف مكتب المدعي المالي أنه تم تفتيش المقارات الرئيسية لصوليديو وهي الهيئة العامة المسؤولة عن توفير البيئة الأساسية أو البنية الأساسية للأولمبياد وكذلك أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة وسط تحقيق أولي يعود للعام الماضي